الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة هكذا وصفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جنيفيف فيردي وطيرة نمو الاقتصاد الذي بدأ يتعفى بعد الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا ممثلة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن التحصن الملحوظ يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود السلطات في تنويع الاقتصاد موضحة أن العائدات الاجتثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية والخارجية وبذلك توقعت ذات المتحدثة أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائد منذ 2013 وبرأيها فإن الارتفاع المعتبر للصدرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحصن وحسب فيردزي فإن الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وطيرة نمو الناتج الداخلية الخام خارج المحروقات لتبلغ 3.2% في 2022 مقابل 2.1% في 2021 وظيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 2.9% خلال سنة 2022 كما توقع الصندوق أن يتسرع النمو يتباطئ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية ترجمة نانسي قنقر